عرض جديد تتقدم به روسيا لعناصر فصائل المعارضة السابقين وأهالي درع البلد يتضمن تسليم جميع الأسلحة الفردية التي بحوزتهم مقابل إخراج اللجان الشعبية التابعة لأجهزة النظام الأمنية من أحياء المدينة جاء ذلك في رسالة وصلت من ضابط الروسي إلى لجنة درع البلد التي تفاوض النظام روسيا في ملفات تخص المنطقة منذ عقد اتفاق التسوية في تموز 2018 الروس عرض مقابل السلاح الفردي الذي بحوزة شبان المنطقة إخراج اللجان الشعبية التابعة لأجهزة النظام الأمنية من مواقعها في أحياء المشية وسجنة وجمرك درع القدي وسحب سلاح تلك اللجان أيضا وعقب توقيع الاتفاق الذي سيطر بمجبه النظام الأسد وحلفائه الروس على محافظة درع سلمت فصائل درع البلد سلاحة الثقيل والمتوسط للنظام مقابل وقف إطلاق النار والتهدئة والإفراج عن المعتقلين وعودة الموظفين المفصولين مع السماح ببقاء سلاح فردي لدى بعض شباب المنطقة ومنذ ذلك الحين تعيش المحافظة فوضى وتوترات أمنية اتفعت وطيرتها مؤخرا بشكل لافت تتمثل بعمليات خطف وتفجيرات واغتيالات يتهم الأهالي النظام الأسد بالوقوف وراءها وبعدم الاتزام ببنود التسوية فهل ما تزال محافظة درع قنبلة موقوتة جنوبية سوريا وهل تنفجر بوجه النظام وروسيا من جديد في ظل التطورات الأخيرة ترجمة نانسي قنقر